سلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معنا غسلة فوق اوتوماتيك شرحينا نهاردة ان شاء الله يكون على كل انواع الغسلات الفوق اوتوماتيك مش حاجة معينة الغسلة دي يا جماعة مشكلتها ان هي ما بتصرفش المية يعني انت بتحط الغسيل وتخسل وكل حاجة ولكن بتيجي في الصرف ما بتصرفش المية فبالتالي ما بتوعصرش ان شاء الله النهاردة نتعرف على المشكلة دي سببها ايه زي ما انتم شايفين المية بتفضل موجودة في الحل المشكلة دي ممكن يكون حاجة من ثلاث حاجات ممكن يكون مطور الصرف عطلان او في مشكلة هنتعلم ازاي نختبر ونحدد الموضوع ده وممكن يكون الكارتة نفسها ما بتديش امر المطور الصرف وهنتعلم ازاي نختبر برضو الموضوع ده بس طبعا احنا هنصرف المية في الاول خالص كده نحط الخرطوم على الارض عشان لما نيجي نفتح ورا ما نتغرقش الدنيا وممكن يكون اه المطور الصرف بقى لعملة معدنية او بقى لابرة او حاجة زي كده فبالتالي واقف هنتعلم ازاي نعمل الحاجات دي كلها نفحصها ونعرف المشكلة فين بالزبط وازاي نسلحها بمنتهى السهولة المبتدين تابعنا لنهاية الفيديو اهلا بيكم مرة تانية يا جماعة دلوقت طبعا احنا بنفك الظهر بتاع الغسالة اي ان كان نوع الغسالة مش تفر معنا اما حاجة احنا نفك الظهر عشان نوصل لمطور الصرف ونبدأ ان احنا نفكه ونشوف ايه المشكلة اللي فيه دلوقت طبعا احنا خلعنا الظهر خالص بنفس المنظر ده زي ما نشايفين ده مطور الصرف بيكون صغير كده دايما بيكون داخل ليه خرطمين واحد كبير اللي هو جاي من فوق واحد صغير اللي هو طالع برا الغسالة اللي بنصرف منه تمام هنبدأ نفك القفيز اللي هو اه رابط الخرطم اللي جاي من فوق والتاني ده دايما بيكون ملتوق لازق بكله فبرضو احنا نفكه كده بادينا تمام مطور الصرف دايما بيكون متسابت بمصمار او بمصمرين في الغسالة نفسها او في الاعرض تاع الغسالة زي ما تشايفين ده المصمر اللي هو مربوط به. مصمر او اتنين هنفقه عشان نطلع على المطور بره. تمام? بس في الاول آآ نصيحة من لكم يعني ان انتم ضدوا صورة كده للمطور وهو متثبت في مكانه وهنعرف ليه كمان شوية. تمام? دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا خلاحت مطور الصرف خالص اهو. تمام? هبدأ بقى ايه افك عشان اشوف المروحة دي. المروحة اللي جوا دي يا جماعة لازم تكون آآ حرة في الحركة بتاعتها. هي دلوقتي افشا. يعني ما باقي اللي بفهم مبارا كده بتلاقيها افشا. في حاجة جوا زي ما اهى فاحنا نفكها ونشوف دلوقتي ايه المشكلة اللي فيها. لازم ان المروحة دي تشتغل على طول. يعني لو هي المروحة دي لفت واشتغلت والمطور اشتغل طبعا الصرف هيعدي والمية هتعدي خالص. تمام? لكن لو هي مسدودة او في حاجة معترضة المية او معترضة المروحة ان هي هتشتغل. فبالتالي مش هتشتغل. في احنا دلوقتي هنفكه ونشوف مع بعض. هنفك طبعا كل المسامير اللي هي حوالين داير ونبدأ نفك الوش اللي فوق ده كده بنفس المنظر ده. زي ما انتم شد فين كده فيه هنا عبرة. العبرة ده طبعا كانت مخليها المروحة عفشة. هي دي المشكلة. بس نفترض ان انت فكيت الغسارة او فكيت المطور. لقيت ما فوش حاجة خالص. وما فوش اي حاجة جواه. وبرضو مش شغال. هتبقى حاجة من الاتنين في الحالة ده يا جماعة. يا امن هي المطور نفسه فيه مشكلة. اه بايز. يا امن الكارتة نفسها هي اللي مش مدية للمطور العمر ان هو يشتغل. تمام? لكن لو لدي ابر او حاجة زي كده هتشدها هتشتغل معك على طول بكل سهولة. طيب نفترض زي ما قلتلكم ان هي المشكلة. آآ ان هو ما فوش ابر ولا فيه فلوس ولا فيه اي حاجة وبرضو مش شغال. هنبدأ اول حاجة هنختبر المطور ده. اختبار المطور طبعا يا جماعة بنجيب لمبة السيرية. زي ما انتم شايفين دي صورة اتوضح لكم ازاي نعمل لمبة السيرية. هنجيب مصباح كهربائي اللي هو بتاع زمان ده. تمام? ونجيب له دوايا بفيشة. الفيشة دي بيبالها طبعا طرفين. هنيجي من طرف من الاتنين نتع منهم طرف. هيطلع معنا الطرفين بنفس المنظر انتم شايفينه ده. طبعا الطرفين دولت بتوع السيري. لما بنلمسهم على بعض اللمبة عندك هتلاقي نورة طبعا. تمام? دي اللي هنبدأ نقيس بها المطور. وممكن تقيسه متين وعشرين على طول. بس طبعا للسيرية كده هيكون افضل. تمام? زي ما تشايفين كده بتلمس على الطرفين اللي هم بتوعها الكليبستين الاساسيين بتوعها المطور. بتلاقيه اشتغل معاك. معنا كده طبعا ما اشتغل يبقى المشكلة بقى دلوقتي فين في الكارتة نفسها هي اللي مش ميديها امر. هنعرف كمان شوية ازي نيختبر الكارتة. دلوقتي طبعا احنا هنبدأ نجمع المطور تاني. عشان كده انا قلتلك تاخد صورة للمطور وهو راكب. لان طبعا المطور اللي اتجاه في تركيب اللي هو اللي هو البلاستيك ده. او البلاستيك دي عشان اه اتجاهات الخرطوب. يعني الخرطوم اللي جاي من فوق والخرطوم اللي جاي من برة. فلازم يكون ليه عدلة معينة. هو بيكون بنفس المنظر ده. تمام يا جماعة? بس عشان كده انا قلتلك تاخد ليه صورة لان طبعا دي هتريحك. ولو انت نسيت هترجع لها وهتعرف هو كان ركب ازاي. بعد ما زبطت نفس الاتجاه هتبدأ بقى تضم الغطى على بعض دي كده. وهتجيب طبعا مسامير بتاعته وتبدأ ان انت تربطها عادي خالص. اهم حاجة بقى نخلي بالنا منها دلوقتي ان هي اه في حديدة تركب اللي هو بتثبت منها المطور نفسه. تمام? هنبدأ ان احنا هنزبطها نركبها في مكانها. نشوفها برضو يا رجب من انتجاه. يعني بسلا لازم تكون من تحت من هنا. عشان هي بتكون في اللي هي بتربط منها. وهنبدأ نربط برضو المصمار بتاعها. وبعد كده نربط بقية المسامير. برضو قبل ما اتقفل الوش كده بيكون فيه جوان بلاستيك. زي كده بالزبط آآ لف حوالي المطور نتأكد ان هو موجود ما وقعش. عشان ده لو مش موجود آآ بعد كده هتلاقي المطور طبعا بيخر مياه وكده. فلازم نتأكد من كل الحاجات دي. دلوقتي زي ما بتدي عمر وعصر رازم الشدات ده بيسحب بنفس المنظر ده يا جماعة. وهتلاقي برضو مطور الصرف اشتغل معاك في نفس الوقت. زي ما تشايفين المرة واحة شغالة. كده ما مشاكل يعني هي كانت مشكلتها لابرة بس. هلاص? زي ما قلت لكم الشدات برضو شغال لما بيفصل هتلاقيه فصل مرة واحدة. يعني لما بتدي غسالة فصل هتقيه طبعا الشدات ده رجع. ده برضو ضروري ان هو يكون بيشد. لما بيشدش ممكن يكون في مشكلة تاني في الشدات دي مش موضوعنا النهاردة. بس اتأكد ان هي بتشد كده. تمام يا جماعة? دلوقتي طبعا احنا بنركب الخرطومين. ركبنا اللي من فوق اللي من تحت. هنا برضو في مشكلة تاني في الغسالة دي ان هي المية بتخش لها ضعيفة. او الكمية المية اللي بتملى بتكون ضعيفة وهي برة بتكون شغالة كويس المية. فالسرونية زي ما تشايفين او الصمام بيكون فيه زي فلتر. الفلتر ده زي ما تشايفين مليان املاح ورواصب. اه فدي طبعا احنا بنفكه كده بنفس المنظر ده نسحبه ننظفه وبنرجعه تاني. بتعمل الخطوة دي طبعا لو هو الغسالة عندك طبعا المية فيها ضعيفة او هي بتسحب مية ضعيفة. ده اي نوع غسالة يا جماعة. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بحط لها شوية مية من بره عشان خاطر اجرب مطور الصرف. انما هي المية اصلا في الوقت ده يعني كتقطعب. تمام? فانا جاعة هشغل وهديها عمر اه صرف. عشان شغل صرف على طول من غير ما اقعد استنى وكده. زي ما انتم شايفين هادي مطور الصرف بيرفع المية اهي. في المستوى العالي او مستوى الصرف بيرفع المية برضو. تمام? والشدات برضو شغال. وزي ما انتم شايفين المطور بدأ يشتغل عصر اهو عادي. لان طبعا طالما المية تصفت خلاص هتقدر تشتغل من غير اي مشاكل. الغسالة برضو شغالة اهي. دلوقتي زي ما انتم شايفين يا جماعة بالنسبة لخرطوم الصرف. اللي هو اصلا اه اللي هو بنصرف منه المية. تمام? ده بيكون ملزوق. وطالما ما فكته فما ينفعش تسيبه كده تاني لانه لازم يكون له افيز او انت تحط له افيز من عندك. تمام? احنا ممكن نجيب افيز زي اللي كان راكب التاني الكبير ده بس يكون عليه اصغر. وممكن نجيب افيز بتاع عنبوبة بس بيكون كبير بتتلاقي مرضو منو بيتباع. تمام? او ممكن نلزوق كله بس العفضل يكون افيزة. لانه برضو ممكن يفك في مرة ولا حاجة ويغرق الدنيا. فده مهم جدا. دلوقتي احنا عايزين نعرف اه هل الكارتة بتدي امر للمطور ولا لا? تمام? هنفك الخليبستين بتوعه زي كده. ونجيب اه اللمبة اي لامبة عادية باي دوية كلها سلكين. تمام? ونربط السلكين بتوع اللمبة في السلكين بتوع مطور الصرف. ده ليه بقى يا جماعة هنعمل الخطوة دي. لو انت فكيت مطور الصرف لقيت مفوش اي فلوس او اي حاجة. ومع ذلك مش شغال. لقيته بره لقيته شغال. يبقى كده المشكلة ممكن تكون ان الكارتة مش بيديه امر للمطور الصرف عشان يشتغل. فاحنا لازم نتأكد من الخطوة اللي احنا هنعملها دي. هتعرفنا يا زي كارتة الكارتة بتدي امر ولا لا. لو الكارتة ما بتديش امر هنعرف برضو. تمام? دلوقتي انا هبدأ اشغل عصر. عادة خالص وهدوس استارت وهشوف. زي ما اللمبة نورت معي بنفس الشكل ده. معنى كده ان الكارتة السليمة بتدي امر. لو الكارتة ما تديش امر وما نورتش يبقى الكارتة فيها مشكلة. تمام? هابدى دلوقتي اركب الكاليفسات تاني بعد ما اتطمنت خلاص. تمام? لو الكارتة فيها مشكلة ممكن توديها وسط البلد عند اي حد آآ الناس اللي بتصلح الكارتات هيعملها لك على طول انت واقف يعني هتقول له اللي فيها كذا كذا هيعملها لك. دلوقتي احنا بنسبت المطور نربط المصمار تاني ده مهم جدا ما ينفعش نسيبه سايب كده عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل. هتسبته كويس لو مصمار واحد مش مشكلة عادي يعني مش شرط يكونوا اتنين. كده انتو زي ما نشايفين انا آآ ربطت اهو وسيبت كويس في مكانه. هنجي دلوقتي عادة خالص ان احنا نقفل الضهر طبعا هو بيركب بكلبسات كلبسات بتركب من فوق وبتيجي انت تاني من النص ومركب الكليبسات اللي من ضحت. بعد كده تربط المصمارين اللي هما من على الجناب. عادي خالص ما فيش اي مشاكل. زي ما قلت لكم تبدأوا كده الفحص زي ما قلت لكم واحدة واحدة. تبدأوا تشوفوا هل فيه آآ رغاصي ولا حاجة? لو ما لقيتش رغاصي تبص بعد كده على آآ مطور الصرف يتقيسه برا. لقيته شغال. بعد كده تبص على الكارت اخر حاجة تفحصها باللمبة زي ما قلت لك كده. عادي لو كارت فهم مشكلة تتصلح. مطور خرطوم الصرف المهم ان هو يكون متعلف ومنسوب عالي. بحيث ان المية اللي تحطها ما تنزلش لوحدها. تمام? كده الغسالة خلاص تمام. نتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الشرح. لو استفدت اعملونا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل. وضغطوا لايك. انتظرونا الفترة الجاية في مزيد من الفيديوهات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.